هكذا عفوه عن تقديري همده الأنبياء شكراً طبيعاً سيدنا بعد اختراعات التنفس لسبعة مرضى في الوقت الواحد في الوقت الواحد في الوقت الواحد من المهم فقط هذا يجب كذلك بقية مختلفة على هذا الكتجول مختلفة في الوقت الواقع لا يمكنك الواقع اشتركوا في القناة 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 لأن هذا المحنى يلي بأنه قام بهذا المجهود من أجل الناس ببعض هذا الكورونا من أجل إنقاذ حياتهم تقول لك إذا قد أقدم عشرات المواطنين الأمريكيين تحيي قدموا عشرات المواطنين الأمريكيين تحيي للدكتور الأمريكي من أطلقات الإستانية على مجهوده في اختراع الجهاز التنفس الصناعي بإمكاننا أن نسمح له بأن يعملوا سبع المرضى في وقت واحد عشرات ذهبوا أحد مرسل لأبريل مثلا في تظاهرة لمنذ الدكتور سعود أنوار الذي أنهي تراثل الجميلة في كروتش أم سوى التقناء الولايات المتحدة الأمريكية وشكره على ما صنع كل أجهزة دفعت تخصص الصعود أنوار إلى تحرط من إجراء الإيجاد بدائي المحلية دون اعتماد على الدعم مركزي من الحكومة الأمريكية في تستفادة من ورقة بحتى قدمها بحكم في أمرافزة تضمن مثل هذا المقترح ارتفعت حصيل هذا الحالية في السياق لتواصل حصيل الوفيات كورونا فوليتم تحدى إلى عشرين ألف وعتاد تشجيل حوالي وفاة جديدة خلال ساعة الماضية بحسب جماعة الأمريكية وفق المحطيات الجماعة وإذا عدد إصابة ديروس ارتفعت إلى أكثر من من سوريون أتت شجيل ألف وارح حوالي جديدة هذا يعني فريمون كاريتا ولكن يعني هذا الطبيب المخترع من جموع هذه الموقع هذه التواصل اللي انشرت الخبر وخصوص للعرب والمسلمي العشي في أمريكا اللي بحكم تشعروا بأنه لكن موسمة الأمريكية وموسمة ديرهم بأنه مخصوص يكونوا حاضرين من أجل الواجب ديرهم تجاه المجتمع التي يشوف فيه على ذلك شيء بأن هذا القرح تحيب بها البنتهم بأن هذا الإنجاز اللي هو واحد من مئات الإنجازات اللي يقوموا بها العرب والسلمين في البهجر من أجل خدمة الأنطان لها جديدة ومن أجل خدمة الإنسانية على كل حال كنا نريد أن نقلو لكم الصدى لها الحدث اللي هو كحدة الفرزنسو على مواقع التنصر وعلى مرسائل الإعلام سعود هو شخصية رشيطة سياسية واجتماعية والعمل الإنساني في منطقته في أمريكا وهذا يعني هو ليس شخصية غير محروف لكن محروف منطقته بالأرشطة الاجتماعية والإنسانية التي يقوم بها في إطار المجال التابعي ومجال الإنساني والاجتماعي لهذا نجده يعني هو موجود في عدة مواقع المواقع وهذا الموقع يتكلم عليه هو بالإنجليزية بأنه ستطع أن يحصل على التكريمات والجوائز خاصة بعمله الإنساني الذي يقوم به داخل المجمع الأمريكي هذا الموقع آخر هو أصلا بالإنجليزية لكن سعمل ترجمة جوجل من أجل استفادة من المعلومات باللغة العربية سعود أنوار الطبيب تخصص أمراض الرئة والطب رعية حرجاء يشغلوا حالي منصد رئيس قسم طب البطنية في بانشستر وهو مجموعة مطايا تتكلم عن تخصصاته في أمريكا وهو مشهور في تخصصاته ولهذا الاختراع ليس شيئا جديد بالنسبة لشخصيته هذه صحيفة أخرى تتكلم على الدكتور المقتلد بأنه تم فيه حفل تكريم عضوه والطبيب وأبناءه التزام بخدمة عامة يعني بحكم هو نشط في العمل التطوعي والعمل الإنساني في الشموع الأمريكي وهو قد حصل على نشوعة الجوائد والسكريمات وصبته بحكم انخراطه في الأعمال التطوعية والعمل الإنساني والعمل الجمعوي لهذا بأنه هو إنسان يعني معروف في هذا الإطار في منطقته في الولايات المتحدة الأمريكية وهو نشط جمعويا بمثل هذا موقع آخر أمريكي يتكلم عنه بصفته ممثل رئيس مجلس الجارية الباكستانية ويمثلها بإمتياز لهذا يهتم بالجمع الأمريكي وبالعلاقة الأمريكية الباكستانية فهذا جزء من شخصية كي نأخذ صورة عن هذا العالم هذا الطبيب هذا الفائع الجمعوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر